من المقرر أن يناقش البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء ملف حفظ سيادة البلاد بعد سلسلة من الهجمات الإيرانية والتركية المتكررة على أقليم كردستان العراق وقال البرلمان الاتحادي أن الجلسة ستكون مغلقة وسبق أن عقد البرلمان العراقي جلسات مماثلة طلاط السنوات الماضية وكثيرا ما كانت تنتهي بالإدانة أو تشكيل لجان للتحقيق وتقصي الحقائق وبعد تجدد الضربات الإيرانية ليل الأحد الأثنين على شمال العراق نددت وزارة الخارجية العراقية بالقصف الإيراني عبر طائرات مسيرة وصواريخ على أقليم كردستان وأبدت رفضها أن يكون البلد ساحة للصراعات